يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على حسين ونحره الدامي وصدره الضامي سلام عليكم جميعا زيارة الأربعين قراءة زهرائية بامتياز الحلقة الخامسة وزعنا أن يا ولك أي أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وعملي وأتا بإيه وصيره فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك مر الكلام في الحلقات المتقدمة حيث بينت لكم مدى التخبط الذي عليه مراجع الشيعة منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى هذه اللحظة فيما يرتبط بموضوع الأربعين وما موضوع الأربعين إلا مثال هذا التخبط يجري في كل ما يقال له الدين والذي خدعونا به وقالوا من أنه مذهب أهل البيت وأهل البيت ليس لهم من مذهب اصطلاحي هناك دين واحد هو دين أهل البيت أما الآخرون أسسوا المذاهب فهم أحرار فيما يؤسسون وما يبتدعون ولا شأن لنا بهم دين الله واحد وهو دين محمد وآل محمد ومحمد نفسه صلى الله عليه وآله حصره في جهتين في الكتاب والعترى فما خرج عن ذلك فلا علاقة له لا بالله ولا برسوله ولا بآل رسوله هذه الحقيقة الواضحة وهي واضحة كالشمس الساطعة لكننا ماذا نصنع للغباء وماذا نصنع للسفاهة والتفاهة الحكاية طويلة طويلة جدا وعدتكم أن يكون الكلام في هذه الحلقة وفقا لحقيقة ذكرتها لكم من أن الدين الذي يكون عاجزا عن إثبات حقائقه ومعالمه من داخله فهذا ما هو بدين محمد وأهل محمد إنه دين الشيطان لا شأن لنا به حديثنا عن الأربعين وقلت لكم من أن العنوان هذا زيارة الأربعين يشير إلى أولا عبادة بكل تفاصيلها وشرطها الأعظم أن يكون الزائر عارفا بحق الحسين ثانيا عنوان للجزء الثاني من المشروع العاشرائي الأعظم ثالثا واجهة واجهة فسيحة من واجهات الحاضنة الحسينية المهدوية مر الكلام هذا في الحلقة الأولى وستأتي البيانات تباعا إذن هناك صورتان هناك صورة مرجئية بترية طوسية هي تلك التي تحدث عنها المتحدثون من مراجع الشيعة وعلمائهم ومر الكلام في الحلقات المتقدمة وهناك صورة لهذا العنوان لزيارة الأربعين هناك صورة هي هذه التي بيّنتها من أن زيارة الأربعين عنوان يشير إلى هذه الحقائق وهذا هو المضمون الزهرائي لزيارة الأربعين أدخل في التفاصيل أولا أبدأ من هذا القانون وأي قانون هذا إنه قانون الحقيقة أقرأ عليكم من الكاف الشريف للكلين المتوفى سنة 328 للهجرة وهذه الطبعة طبعة العتبة العباسية ومؤسسة دار الحديث في قوم هذا هو الجزء الأول الباب الذي عنوانه باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب الحديث الأول بسنده بسند الكليني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله هذا القانون قانون محمدي إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نور هذا هو القانون ثم يأتي التفريع هذا تفريع عن القانون وتطبيق حين يقول رسول الله صلى الله عليه وآله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه هذا تطبيق من التطبيقات وإلا فإن القانون من دون تطبيق أتحدث عن الصيغة المجردة لهذا القانون المحمدي هي هذه إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب النور هذا هذا الذي أردده دائما في برامجي من أن الحقائق تحمل قيمتها في نفسها هذا الكلام هو ترجمة لهذا القانون إن إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب النور الحقائق تحمل قيمتها في نفسها ولا تكتسب قيمة من غيرها حينما أصرح بالحقيقة وأدافع عنها فلست أنا الذي أعطي الحقيقة قيمة إنما الحقيقة هي التي تعطيني قيمة سأكون على حق لماذا لأنني نطقت بالحقيقة التي تحمل قيمتها في نفسها وهي التي أكسبتني هذه القيمة القانون واضح وهذا القانون يمكن أن نطبقه في الأمور المادية وفي الأمور المعنوية في شؤون الدين وفي شؤون الدنيا أنا لا أريد أن أخوض في الحديث كي أبين سعة تطبيقات هذا القانون إنما سأتحدث بخصوص الموضوع الذي بين يدي فهذا القانون هكذا يقول إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نور منظومة الأربعين منظومة الأربعين بالمعنى الذي بينته قبل قليل إنه المعنى الزهرائي لزيارة الأربعين عبادة وجزء ثاني من المشروع العاشرائي الأعظم وواجهة وواجهة من واجهات الحاضنة الحسينية المهدوية إنها خيمة التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم زيارة الأربعين بهذا المعنى حقيقة من حقائق ديننا نطبق هذا القانون عليها ندرسها في ضوء هذا القانون القانون هكذا يقول إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نور فإذا كان ما أتحدث عن بخصوص زيارة الأربعين إذا كان حقا فلابد من تجلي الحقيقة في هذا الحق وإذا كان الكلام صوابا فلابد من سطوع النور في جنبات هذا الصواب القانون هكذا يقول لست أنا هذا قانون محمد صلى الله عليه وآله إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نور فتعالوا معي كي ننظر في جهات في جهات في جهات مقتضبة المقام مقام إجاز فتعالوا معي كي ننظر في جهات مقتضبة ترتبط بالمشروع العاشرائي الأعظم من المصدر نفسه من الكاه في صفحة السابعة والتسعين بعد الستمئة إنه الباب الحادي والستون باب أن الأئمة لم يفعلوا شيئا ولا لا يفعلون إلا بعهد من الله عز وجل وأمر منه لا يتجاوزون الحديث الأول بسنده بسند الكليني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو يحدثنا بحديث الوصية الحديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة منه في الصفحة الثامنة والتسعين بعد الستمئة الصادق يقول صلوات الله عليه فلما توفي الحسن الحسن المجتبى صلوات وتحيات مباركات على فناء إمامنا الحسن فلما توفي الحسن ومضى فتح الحسين الخاتم الثالث فوجد فيها فوجد في الوصية أن قاتل هذه وصية الله أن قاتل فاقتل وتقتل واخرج بأقوام للشهادة لا شهادة لهم إلا معك هذا مختصر مختصر التفاصيل تأتي ولكن ليس في هذا البرنامج التفاصيل إنها حقائق الدين كله وما الأربعين إلا حقيقة من هذه الحقائق هذه رسالة الله لحسين أن قاتل فاقتل وتقتل واخرج بأقوام للشهادة لا شهادة لهم إلا معك هذا هو برنامج الله هذا هو مشروع الله الحديث الثاني من المصدر نفسه وبسند الكليني عن صادق العترة الأطهر أذهب أذهب إلى موطن الحاجة في الصفحة السبعمائة ثم دفعه إلى الحسين عليه السلام ففك خاتما فوجد فيه فك خاتما أي فك كتابا وصحيفة مختومة بختم الله بختم الله ففك خاتما فوجد فيه أن أخرج بقوم إلى الشهادة فلا شهادة لهم إلا معك أية منزلة لأصحاب الحسين أية منزلة لكن منزلتهم لأنهم مع حسين مع حسين فلا شهادة لهم إلا معك إنها المعية الحسينية هذه المعية التي نرددها بلسان التمني في الزيارة الجامعة الكبيرة وغيرها فمعكم معكم فمعكم معكم لا مع غيركم أن أخرج بقوم إلى شهادة فلا شهادة لهم إلا معك وماذا يقول الله لحسين واشري نفسك لله واشري نفسك لله هذه بيانات لنا هذه بيانات لنا فحسين كله لله واشري نفسك لله عز وجل الإمام صادق يقول ففعل 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 الحسين أنشر نفسه أنباعها واستشهد الذين استشهدوا معه وباعه أنفسهم ونالوا ما نالوا ليس بسبب أعمالهم ولا بسبب معتقداتهم لأن الحسين قد قبلهم لأن الحسين قد قبل معيتهم هذه الكلمات تحتاج إلى وقفة طويلة وإلى الدخول في الكثير من التفاصيل القرآنية ومن أسرار المعارف المعصومية الشريفة لكن المقام مقام إجاز لقد تحدثت عن جانب من أسرار هذا فيما سلف من برامجي وسأتحدث وأتحدث مدامت هذه الأنفاس موجودة سأتحدث في قادم الأيام أيضا ماذا نقرأ في كامل الزيارات هذا هو كامل الزيارات لابن قولوي المتوفى سنة 368 للهجرة وهو من أفضل كتبنا في المكتبة الشيعية التي نقلت لنا حديث المعصومين صلوات الله عليهم هذه الطبعة طبعة مكتبة الصدوق طهران إيران إنه الباب الرابع والعشرون في الصفحة السادسة والسبعين من هذه الطبعة الحديث الخامس عشر بسنده بسند ابن قولوي عن زرارته عن باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه كتب الحسين ابن علي من مكة إلى محمد ابن علي إنه ابن الحنفية كتب الحسين ابن علي من مكة إلى محمد ابن علي ماذا كتب الحسين بسم الله الرحمن الرحيم من الحسين ابن علي إلى محمد ابن علي ومن قبله من بني هاشم ومن قبله في جهته بالقرب من ومن ومن قبله من بني هاشم أما بعد فإن من لحق بي استشهد ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح والسلام وانتهينا العبارة صريحة فإن الفتح تجلى في جزئين من هذا المشروع الجزء الأول عاشراء الحسين عنوانها العاشر من المحرم والجزء الثاني عاشراء السجاد والعقيلة وأسار آل محمد وتجلى في العشرين من صفار أما بعد فإن من لحق بي استشهد ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح والسلام فهؤلاء هم الشهداء الأحياء السجاد والعقيلة وأسار آل محمد هؤلاء هم الشهداء الأحياء الذين قاموا بالجزء الثاني من المهمة الحسينية الاستشهادية وإمامنا الباقر أيضا يحدثنا كتب الحسين بن علي إلى محمد بن علي من كربلاء الرسالة الأولى كانت من مكة الرسالة الثانية وهي الأهم كانت من كربلاء بسم الله الرحمن الرحيم من الحسين بن علي إلى محمد بن علي ومن قبله من بني هاشم أما بعد فكأن الدنيا لم تكن وكأن الآخرة لم تزل والسلام ها هو الإمام يفتح لنا أبواب الملكوت لمشروعه لمشروعه العظيم فهناك صورة ترابية لمشروع الحسين وهناك صورة ملكوتية لهذا المشروع الأعظم وها هو الحسين يفتح أبواب هذا المعنى أما بعد فكأن الدنيا لم تكن فهذا عالم التراب بكل شؤونه وكأن الآخرة لم تزل وهذا هو عالم الملكوت فتح أبوابه فتح أبوابه أمام نواضر أنصاره ليلة العاشر حين أراهم ما أراهم من عالم الغيب والتفاصيل موجودة في رواياتنا وأحاديثنا المقام ليس منعقدا لها كل هذا المضمون تلخصه كلمة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه التي قالها لمحمد بن الحنفي أقرأ عليكم من اللهوف في قتل الطفوف اللهوف على قتل الطفوف لابن طاوس المتوفى سنة ستمية وأربعة وستين للهجرة وهذه طبعة المطبعة الحيدرية في النجف إنها طبعة قديمة 1950 ميلادي في صفحة السابعة والعشرين أذهب إلى موطن الحاجة محمد ابن الحنفية دار فيما بينه وبين سيد الشهداء حديث لن أقرأ كل الحديث إلى أن يقول الخبر فلما كان السحر ارتحل الحسين عليه السلام من المدينة فبلغ ذلك ابن الحنفية فأتاه أتاه قبل أن يخرج من المدينة فأخذ زمام ناقته التي ركبها فقال له يا أخي يقول للحسين يا أخي ألم تعدني النظر فيما سألتك فيما سألتك أن لا تتوجه إلى العراق هذا مراده فقال له يا أخي ألم تعدني النظر فيما سألتك قال بلى وعدتك قال فما حداك على الخروج عاجلا إذن لماذا استعجلت الخروج في هذا السحر فقال الحسين أتاني أتاني رسول الله صلى الله عليه وآله بعد بعدما فارقتك فقال يا حسين فقال يا حسين أخرج المضمون نفسه الذي قرأته من رواياتي وأحاديثي الصحائف الإلهية التي نزلت إليهم يا حسين أخرج فإن الله قد شاء أن يراك قتيلا هذا هو الجزء الأول من المشروع العاشراء وعنوانه العاشر من المحرم فقال له ابن الحنفية إنا لله وإنا إليه رهجعون ابن الحنفية يحرف ماذا يقول الحسين فهذا ابن علي ابن الحنفية ابن علي فما معنى حملك هؤلاء النساء معك وأنت تخرج على مثل هذه الحال أنت خارج للقتل مثل ما قال لك رسول الله فما معنى حملك هؤلاء النساء معك لماذا تأخذ النساء معك قال قال الحسين قد قال لي قد قال لي من الذي قال له رسول الله قد قال لي إن الله قد شاء أن يراه سبايا وهذا هو الجزء الثاني أولئك الذين قرأت كلامهم لا يفقهون هذا المعنى يذهبون يتخبطون في كتب التاريخ التي كتبها النواصب ثم بعد ذلك يعودون كي يحسب الأيام والمسافات يا أيها الأغبياء هذا برنامج الله هذا مشروع الله الأمور لا تقاس بهذه الطريقة دين الله لا يؤخذ بالقياس يا أيها الأغبياء الثولان الأوغات دين الله لا يؤخذ بالقياس شاء الله أن يراه قتيل وشاء الله أن يراه النسبايا المشيئة نفسها البرنامج نفسه المخطط نفسه هذه المعطيات وهي مجزة مجزة فأنا في مقام الإيجاز وإلا لو كان الحديث حديث التفصيل لطالبنا الكلام لكننا نأخذ هذه المعطيات ونضعها أمام هذا القانون إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب النور فهل فهل هذا الذي نحن نتحدث عنه في زيارة الأربعين وفي التفاصيل التي بينتها في المضمون الزهرائي لزيارة الأربعين من أنها عبادة من أنها الجزء الثاني من المشروع العاشرائي من أنها واجهة فسيحة للحاضنة الحسينية المهدوية حينما نفهم زيارة الأربعين بهذا الفهم الزهرائي مع المعطيات التي أشرت إليها ونأتي بكل ذلك ونضع كل التفاصيل بين يدي هذا القانون إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب النور ألا يستع النور المعرفي من هذه المضامين ألا تستع الحقيقة من هذا الحق فزيارة الأربعين بالمضمون الزهرائي حقيقة من حقائق الدين وهذه قوانين الدين تثبتها الأمر لا يقف عند هذا الحد إنما هي جولة جولة في بعض جوانب المعرفة المحمدية العلوية الفاطمية لدين العترة الطاهرة نذهب إلى فاصل ثانيا إنها الآية الثالثة بعد البسملة من سورة المائدة اليوم يأس الذين كفروا من دينكم من أين جاء يأسهم الآية ستبين لنا الحقيقة اليوم يأس الذين كفروا من دينكم من دينكم من عقيدتكم فالدين هو العقيدة والعقيدة في ديننا مسيجة بسياج الكتاب والعترة ولا يوجد شيء آخر ما زاد على هذا فذلك هراء السقيفتين نتحدث عن سقيفة بني ساعد وعن سقيفة بني طوس اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين أقف عند هذه الجملة المقام مقام إيجاز اليوم أكملت لكم دينكم أكمل هذا الدين بأئمة كاملين فهل يعقل أن الدين يكمله الله بأئمة ناقصين هذا الدين أكمل بأئمة كاملين وهؤلاء الأئمة مقاماتهم لا تعد ولا تحصى في عوالم الغيب أو في عوالم الشهادة وهم في كل مقام من مقاماتهم كاملون فلا يمكن أن أتصورهم في مقام من مقاماتهم في حالة نقص في عوالم الغيب في عالم الملكوت في عوالم الشهادة في عالم التراب لا يمكن لا يمكن أن يكون مقام من مقاماتهم يعاني من نقص في الجانب المعنوي أو في الجانب المادي القرآن صريح اليوم أكملت لكم دينكم بحسب ثقافة العترة الطاهرة فإن الإكمال بأئمة كاملين وبحسب ثقافة العترة الطاهرة فإن الأئمة هؤلاء لهم مقامات مقامات لا تعد ولا تحصى هكذا يقول إمام زماننا في دعاء شهر رجب لني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان الدعاء الذي أوله اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولا تأمرك إلى آخر ما جاء في الدعاء أذهب إلى موطن الحاج أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن لكلماتك وأركان لتوحيدك وآياتك وجعلتهم آياتك فجعلتهم معادن لكلماتك هؤلاء هم معادن كلماتك وأركان لتوحيدك وآياتك وجعلتهم آياتك ومقاماتك وجعلتهم مقاماتك الله ليس له مقامات الله ليس له مقامات المقامات من شأن المخلوق وليس من شأن الخالق الخالق هو الذي يضع المقامات للمخلوق وما يقال له مقامات الله إنها مقامات المخلوق الأول إنها مقامات محمد وآل محمد دققوا النظر في كلمات إمام زماننا صلوات الله عليه أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن لكلماتك وأركان لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان هذه المقامات كاملة كاملة الحسين الحسين حينما دفن لا بد أن يدفن كاملة هذا مقام من مقاماته ولذا لا بد من رجوع الرأس الشريف ولا بد أن يكون الدافن معصوما فإن المعصوم هو الذي يلي أمر المعصوم والحديث عن رأس الحسين عن رأس الحسين الكلام عن رأس الحسين عن الجهة الأعلى في جسد الحسين فلا بد أن يعود إلى الجسد ولا بد أن يكون الدافن معصوما ولا بد أن يكون الدافن معصوما الزمان إنه السجاد صلوات الله عليه لا حاجة لكتب التأريخ ولا حاجة لهراء مراجع النجف وكربلاء يقسون الأمور بمقاييسهم الخرقاء هذه حقائق الدين وكما قلت لكم إن الدين الذي يعجز عن إثبات حقائقه ما هو بدين الله هذا هو دين الشيطان أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن لكلماتك وأركان لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها مقامات ليست عاطلة إنها مقامات كاملة والحسين صلوات الله وسلامه عليه وهو في قبره يمثل مقاما من مقاماته فلا يمكن أن يكون هذا المقام عاطلا لا يمكن ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكهة يعرفك بها من عرفك يعرفك بها من عرفك هذه مقامات تمثل المعرفة تمثل المعرفة الكاملة فكيف يكون الحسين من دون رأس في هذا القبر كيف يكون ذلك وهذا مقام من مقامات الحسين التي هي مقامات الله الله بما هو هو بحسب ذاته ليس له من مقامات وإنما جعل له مقامات وهذه المقامات هي مقامات محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين جعلهم وجهه هم وجه الله فيما بين أظهرنا ولذا فإننا نخاطبهم نخاطبهم حيث نناجي إمام زماننا في دعاء الندبة الشريف أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء وهذا الكلام ينطبق على رسول الله وعلى أمير المؤمنين وعلى الصديقة الكبرى فاطمة وعليهم جميعا فما كان لأولهم فهو لآخرهم وما كان لآخرهم فهو لأولهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنا لا أستطيع أن أستمر مع كل كلمات هذا الدعاء الشريف الوقت يجري سريعا ماذا أصنع لهذا الوقت والمطالب كثيرة وفيرة نحن نقرأ أيضا في دعاء الاستئذان لزيارة السرداب الشريف ويقرأ أيضا ويقرأ أيضا في مقام الاستئذان في زيارتنا لأئمتنا جميعا صلوات الله عليهم هكذا نقرأ في دعاء الاستئذان ولا زلت أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان والحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان هذا الكلام لا يقال لمحمد وآل محمد في زمان دون زمان أو في مكان دون هذا الكلام ينطبق عليهم ونحن نخاطبهم بأننا نؤمن بظاهرهم وباطنهم بأننا نؤمن بسرهم وعلانيتهم بأننا نؤمن بأولهم وآخرهم بأننا نؤمن بشاهدهم وغائبهم بأننا نؤمن بصامتهم وناطقهم في كل حال من أحوالهم وفي كل شأن من شؤونهم فهذا فهذا الوصف ينطبق عليهم ظاهرا وباطنا فلا نستطيع أن نتصور أن مقاما من مقاماتهم الظاهرية يكونون فيه في حالة نقص بأي معنى من المعاني بأي مستوى من مستويات النقص لا يمكن هذا هذه وحدة معرفية وعقائدية كاملة أجزاؤها لا تتفكك هذا البناء العقائدي ما بين القرآن وبين الروايات والأدعية والزيارات بناء منسجم متسق مستوسق الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان فهم يقومون مقام الله في جميع أحوالهم وفي جميع حالاتهم ظاهرا وباطنا في أفق المادة وفي أفق المعنى نذهب إلى فاصل ثالثا أذهب بكم إلى سورة فصلت وإلى الآية الثالثة والخمسين بعد البسملة سنريهم سنريهم آياتنا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم حتى يتبين لهم أنه الحق الآية واضحة إنها تتحدث عن الآيات حتى يتبين لهم حتى يتبين لهم أنه الحق لا بد أن تكون الآيات كاملة وإلا كيف يتبين منها الحق كاملا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم في كل جهة من جهات هذا الكون في الآفاق في الجانب المحسوس وفي أنفسهم في الجانب المحسوس وفي الجانب المعقول ماديا ومعنويا لا بد أن تكون هذه الآيات كاملة من دون نقص وهذه الآيات تتوفر في كل الآفاق وفي كل الأنفس لا نستطيع أن نتصورها في حالة من الحالات تعاني نقصا والحسين في قبره آية من هذه الآيات آية من هذه الآيات فكيف نتخيل نتصور نقصها لا يمكنه هذا لا بد من رجوع الرأس ولا بد من الإمام المعسوم في ذلك الزمن هو الذي هو الذي يتولى أمر الحسين في كل أحواله وفي كل شؤونه الآية تصرح تصرح بهذه الحقيقة في أدنى تدبر في أدنى تدبر بقلب مفعم بمعارف العترة الطاهرة سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق قطعا الآية تتحدث عن الآيات في كل مراتبها ونحن نقرأ في دعاء البهاء من أدعية السحر في شهر رمضان إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها وكل آياتك كريمة لكن أكرم الآياتهم اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها وكل آياتك كريمة اللهم إني أسألك بآياتك كلها كلمة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه واضحة صريحة ما لله من آية أكبر مني فهو الآية الكبرى وهو الآية العظمى اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها وكل آياتك كريمة اللهم إني أسألك بآياتك كلها الآيات الأكرم هي الآيات الأكمل وهي الآيات الأوضح طبقوا هذه المضامين وطبقوا هذه المعاني على ضريح الحسين صلوات الله وسلامه عليه فالحسين أكرم الآيات في كل حالاته والحسين والحسين أجمل الآيات في كل حالاته لا نستطيع أن نتصور غير ذلك نحن هكذا نعتقد بأئمتنا صلوات الله عليهم في جميع مقاماتهم وفي كل حالاتهم مثل ما أخبرونا إنني أقرأ عليكم من الكاف الشريف من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل من الجزء الأول صفحة أربعمية وثلاثة وثلاثين رقم الحديث أربعمية واثنين وخمسين بسنده بسند الكليني عن إسحاق بن عمار عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه إسحاق بن عمار يقول سمعته يقول بأن الأرض لا تخلو إلا وفيها إمام لماذا؟ كيما إن زاد المؤمنون شيئا ردهم وإن نقصوا شيئا أتمه لهم وهذه الرواية خطيرة هذه الرواية تخبرنا أن مراجع النجف وكربلاء لا ينطبق عليهم وصف الإيمان لأنهم قد زادوا كثيرا في الدين وصاحب الزمان ما أزال تلك الزيادات ونقصوا كثيرا من الدين وصاحب الزمان ما أتم لهم النقص والتخبط الذي مر علينا كانوا يزيدون فيه تارة وينقصون تارة أخرى وهذا الحال حالهم دائما في التفسير وفي العقائد وفي الأحكام والفتاوى وفي سائر شؤون الدين يزيدون وليس هناك من راد لزيادتهم وينقصون وليس هناك من متم لنقصهم هذا يعني أنهم ليسوا من المؤمنين لأننا لا نشك في وجود إمام زماننا وكذلك لا نشك في أن الإمام الحجة يقوم بواجبه هذا وإنما نشك في هؤلاء في هؤلاء السباريت صاحب العمر هو الذي وصفهم بأنهم السباريت من الإيمان في الرسالة الثانية التي وصلت إلى المفيد سنة أربعمية واثنعش للهجرة وصفهم بأنهم السباريت من الإيمان السباريت في التعبير الشعبي العراقي السرابيت هم السرابيت ذول سرابيت سرابيت فهم زادوا في الدين كثيرا ونقصوا من الدين كثيرا ولكن ليس هناك من تدخل من إمام زماننا كيما إن زاد المؤمنون شيئا ردهم إنما يفعل الإمام هذا مع المؤمنين فإنه لا يفعل هذا مع غير المؤمنين فلم يفعل هذا مع المراجع لماذا؟ لأنهم ليسوا من المؤمنين فإمامنا الصادق وصفهم بأنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه فهل يتدخل الإمام الحجة هنا كيما إن زاد المؤمنون شيئا ردهم وإن نقصوا شيئا أتمه له الحقائق واضحة وما يجري على الأرض يتحدث عن نفسه بنفسه وأنا لا أحدثكم عن المقطع الزماني الذي نعيش فيه الآن وإن كان الأمر واضحا في المقطع الزماني الذي نعيش فيه الآن نما أحدثكم عن الزمن الذي بدأ منذ أوائل عصر الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا على أي حال أعود إلى الآية سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق نحن نقرأ في الزيارة الرجبية وهي وهي من توقيعات الناحية المقدسة نحن نقرأ فيها حيث نخاطب محمدا وآل محمد إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان الزيارة الرجبية الجامعة الموجزة التي أولها الحمد لله الذي أشهدنا مشهد أوليائه في رجب حتى نخاطبهم أنا سائلكم وآملكم نخاطبهم صلوات الله عليه أنا سائلكم وآملكم فيما إليكم التفويض وعليكم التعويض فبكم فبكم يجبر المهيض المهيض الذي كسر جناحه الكسير فبكم يجبر المهيض ويشفى المريض وما تزداد الأرحام وما تغيط هذه المضامين نخاطبهم بها جميعا فهل يصدق هذا القول على سيد الشهداء إذا ما تصورنا أن سيد الشهداء قد دفن رأسه في مكان آخر ومن الذي دفنه وأين الإمام السجاد مثلما جاء الإمام السجاد من الكوفة إلى كربلاء بعد ثلاثة أيام بولايته بولايته وليس بالأسباب الطبيعية العادية فإن الأمور ستجري أيضا بنفس الطريقة وسيترتب البرنامج حتى يعود علنا أمام الجميع مع عماته وأخواته كي يصل إلى كربلاء في العشرين من صفار الأمور واضحة وجلية جدا وإلا كيف نخاطبهم بهذا الخطاب وكيف نخاطب الحسين بهذا الخطاب وهذه زيارة جامعة عامة لهم جميعا نزور الحسين بها في شهر رجب أنا سائلكم وآملكم فيما إليكم التفويط وعليكم التعويط فبكم يجبر المهيط ويشفى المريط وما تزداد الأرحام وما تغيط اجمعوا هذه المعطيات اجمعوا هذه المعطيات وتعالوا كي نتدبر في الآية الواضحة والجلية سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق اجمعوا هذه المضامين الصورة جلية واللوحة متكاملة بكل أجزائها إذا ما حذفنا جزءا من أجزاء هذه اللوحة فإنها ستكون معيبتان وستكون منقوصة واجمعوا واجمعوا كل هذه المعطيات مع التي تقدم ذكرها ما ذكرته عند قانون إن على كل حق حقيقة وما ذكرته عند الآية اليوم أكملت لكم دينكم إنه إكمال بأئمة كاملين في كل مقاماتهم بظاهرها وباطنها في مقاماتهم الترابية وفي مقاماتهم النورية والآية صريحة جدا لابد أن تكون الآيات الآفاقية والأنفسية لابد أن تكون كاملة في جميع مظاهرها وفي جميع نشآتها حتى يتبين لنا أنه الحق أنه الحق نذهب إلى فاصل رابعا هناك ما يمكن أن نصطلح عليه بالتوحيد الجوانحي والتوحيد الجوارحي وهذا يتجلى في كلماتهم الشريفة المراد من الجوانح الأجزاء المعنوية عند الإنسان فعقل الإنسان من جوانحه وقلب الإنسان من جوانحه ووجدان ووجدان الإنسان من جوانحه وفطرة الإنسان من جوانحه وبصيرة الإنسان من جوانحه كل ما يمكن أن يكون ضميرا ليس ظاهرا بنحو حسي كل ما هو مضمر في الجانب المعنوي عند الإنسان هذه هي الجوانح وأما الجوارح فهي الأعضاء الظاهرة فالأيدي من الجوارح والأرجل من الجوارح وهذه الأعين التي ننظر بها من الجوارح وهكذا الجسم الحسي بظاهره وبأعضائه الداخلية من قلب وكبد هذه هي الجوارح فالإنسان ما بين الجوانح والجوارح الجانب المعنوي جوانح الإنسان والجانب المادي جوارح الإنسان وهناك من التوحيد ما هو بتوحيد الجوانح وهناك من التوحيد ما هو بتوحيد الجوارح أقرأ عليكم مما جاء في دعاء يوم عرفة الدعاء المروي عن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه هنا هنا سيد الشهداء يرسم لنا صورة صورة للتوحيد الجوانح والذي يتجلى واضحا على جوارحه فماذا يقول في دعاء يوم عرفة وهو دعاء لنا هو دعاء لنا لكنه يشتمل على الكثير من الحقائق والأسرار والمعارف وفيه إشارات حسينية واضحة تشير إلى المشروع العاشرائي الأعظم وماذا تجلى في ذلك المشروع وأنا هذه كلمات الحسين لي ولكم لكنها تشير في الوقت نفسه إلى لوحة حسينية شامخة وأنا أشهد يا إلهي بحقيقة إيمان وعقدي عزمات يقين وخالص صريح توحيدي وباطني مكنون ضميري الحديث عن الجوانح هذه الجوانح وهذا هو التوحيد الجوانح وأنا أشهد يا إلهي بحقيقة إيماني وعقد عزمات يقيني وخالص صريح توحيدي وباطني مكنون ضميري حيث يفيض هذا التوحيد الجوانحي على جوارحه وعلاق مجاري نور بصري انتقلنا إلى الجوارح ولكن الدعاء يشير إلى الجهة المعنوية في هذه الجوارح والتي ترتبط بمراكز الجوانح التي تقدم ذكرها في الجمل المتقدمة وعلاق مجاري نور بصري وأسارير صفحة جبيني هذه الكلمات بحاجة إلى شرح لغوي أولا وإلى شرح معرفي ثانيا تناولت هذا في برامج السابقة وسأعود لبيان بعض المضامين في الحلقات القادمة في هذه الحلقات الوقت لا يكفيني أن أقف عند كل كلمة أو عند كل جملة وإنما سأقرأ الجمل بالإجمال وعلاق مجاري نور بصري وأسارير صفحة جبيني وخرق مساربي نفسي وخذاري في مارن عرنيني العرنين هو الأنف وخذاري في مارن عرنيني ومساربي سماخ سمعي وما ضمت وأطبقت عليه شفتاي وحركاتي لفظ لساني ومغرزي حنكي ثمي وفكي ومنابتي أدراسي ومساغي مطعمي ومشرب وحمالتي أم رأسي وبلوعي فارغي حبائل عنقي وما اجتمل عليه تامور صدري جوف صدري وما اجتمل عليه تامور صدري وحمائل حبل وتيني الوتين هو الذي يقال له الشريان الأبهر وحمائل حبل وتيني ونياط حجاب قلبي وأفلاذ حواش كبدي وما حوته شراسيف أضلاع وحقاق مفاصلي حقاق مفاصلي مجامعها ومركز تراكيبها وما حوته شراسيف أضلاع وحقاق مفاصلي وقبض عواملي وأطراف أناملي ولحمي ودمي وشعري وبشري وعصبي وقصبي وعظامي ومخي وعروقي وجميع وجميع جوارحي ومن تسج على ذلك أيام رضاعي وما أقلت الأرض مني ونومي ويقضتي وسكوني وحركاتي ركوعي وسجودي أن لو حاولت واجتهدت مدى الأعصار والأحقاب لو عمرتها أن أؤدي شكر واحدة من أنعمك ما استطعت ذلك إلا بمنك الموجب علي به شكرك أبدا جديدا وثناء طارفا عتيدا أجل ولو حرصت أنا والعادون من أنامك أن نحصي مدى إنعامك سالفه وآنفه ما حصرناه عددا ولا أحصيناه أمدا هيهات هيهات أنا ذلك وأنت المخبر في كتابك الناطق والنبأ الصادق وإن تعد نعمة الله لا تحصوها صدق كتابك صدق كتابك اللهم وإنباؤك وبلغت أنبياءك ورسلك ما أنزلت عليهم من وحيك وشرعت لهم وبهم من دينك غير أني يا إلهي أشهد بجهدي وجدي ومبلغ طاعتي ووسعي وأقول وأقول مؤمنا موقنا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا فيكون موروثا ولم يكن له شريك في ملكه فيضاده فيما ولي من الذل فيرفده فيما صنع فسبحانه فسبحانه سبحانه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وتفطرتا سبحان الله الواحد الأحد الصمت الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله حمدا يعادل حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وصلى الله على خيارته محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المخلصين وسلم يستمر الدعاء هذه الجمل التي قرأتها عليكم ترسم لنا لوحة من التوحيد الحسيني في بعده الجوانح وحيث يفيض على جوارح هذا المضمون هذا المضمون في أفقه النظري في أفقه العقائدي في أفقه الإيماني في أفقه النفسي وفي أفقه العقلي والقلبي في أفق النور والبصيرة في الدين يتحرك على أرض الواقعي بحسب ما حدثتنا زيارة الناحية المقدسة فماذا نقرأ فيها تبصروا في هذه الجمل إنني أقرأ عليكم من الجزء الثامن والتسعين من بحار الأنوار للمجلسي المتوفى سنة 1110 للهجرة وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي صفحة 318 هذه زيارة الناحية المقدسة نزور بها سيد الشهداء في يوم عاشورة ويمكننا أن نزوره بها في سائر الأيام السلام على الحسين الذي سمحت نفسه بمهجته ومهجته قلبه ومهجته روحه هذا هو التطبيق العملي في يوم عاشوراء في الجزء الأول من المشروع العاشورائي إنه التطبيق العملي للتوحيد الجوانح الذي مر ذكره في دعاء يوم عرفة تطبيق عملي ها هو يتجلى لنا في هذا التوحيد الجوارح السلام على الحسين الذي سمحت نفسه بمهجته السلام على المرمل بالدماء المرمل بالدماء هو الذي غطته الدماء في جميع جهات بدنه إلى أن نقرأ السلام على الجيوب المدرجات جيب الثوب فتحته من عند الصدر وإنما تتدرج الجيوب للجراحات التي تنتشر على صدر الإنسان وعند عنقه السلام على الجيوب المدرجات السلام على الشفاه الذابلات ها هي الأعضاء الحسينية تطبق توحيدها العملي ها هو التوحيد الجوارح إنها هي هي الأعضاء التي تحدث عنها سيد الشهداء في دعاء يوم عرفة وهي تعلن عبر توحيدها الجوانح السلام على الشفاه الذابلات السلام على النفوس المصطلمات السلام على الأرواح المختلسات السلام على الأجساد العاريات السلام على الجسوم الشاحبات السلام على الدماء السائلات السلام على الأعضاء المقطعات السلام على الرؤوس المشالات ينطبق هذا المعنى على سيد الشهداء أولا وعلى الذين معه نهى المعية الحسينية هذه هي المعية الحسينية بهذه المعية فاز الذين فازوا مع الحسين من العباسي قمر بن هاشم إلى سائر أنصار صلوات الله عليه العباس فاز بمعيته الحسينية والذين نصروا الحسين فازوا بالمعية الحسينية السلام على الأبدان السليب السلام على الرؤوس المفرقة عن الأبدان تطبيق عملي للتوحيد الجوارحي في أبهى صورة رسمها أبو السجاد السلام على من أريق بالظلم دمه السلام على المغسل بدم الجراح هذا هو التوحيد الجوارحي السلام على المغسل بدم الجراح السلام على المجرعي بكاسات الرماح السلام على المنحور في الورى نحروه نحراً السلام على المقطوع الوتين ذبحوه ذبحاً الحسين الحسين نحر وذبح نحر النحر غير الذبح السلام على المنحور في الورى نحروه نحراً بالرماح السلام على المقطوع الوتين ذبحوه بالسيوف فالنحر بالرماح والذبح بالسيوف قطعوا وتينه السلام على المنحور في الورى السلام على المقطوع الوتين السلام على الشيب الخضيب السلام على الخد التريب السلام على البدن السليب هذه هي هي أعضاء الحسين التي حدثنا عنها في دعاء يوم عرفة وهي تعلن توحيدها الجوانحي وهي تطبقه جوارحياً السلام على الشيب الخضيب السلام على الخد التريب السلام على البدن السليب السلام على الثغري المقروع بالقضيب السلام على الرأس المرفوع السلام على الأجسام العارية في الفلوات يا حسين يا حسين فأحدقوا 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 بك من كل الجهات صورة جلية من صور التوحيد الجوارحي الحسيني وَلِذَا فَإِنَّهُ وَلِذَا فَإِنَّهُ ثَارُ اللَّهِ ثَارُ اللَّهِ دَمُ اللَّهِ دَمُ اللَّهِ لَقَدْ صَارَ هَذَا الدَّمُ دَمًا لِلَّهِ السلام عليك يا ثَارَ اللَّهِ وَابْنَ ثَارِهِ يَا دَمَ اللَّهِ وَابْنَ دَمِهِ فأحدقوا بك من كل الجهات وأثخنوك بالجراح وحالوا بينك وبين الرواح إلى أن تقول الزيارة الشريفة حتى نكسوك عن جوادك حتى نكسوك عن جوادك فهويت إلى الأرض جريحا يا أبا عبد الله تطأك الخيول بحوافرها لقد وطأته الخيول وهو حي قبل أن يذبح فهويت إلى الأرض جريحا تطأك الخيول بحوافرها فهل بقي عضو في الحسين لم يعلن توحيده الجوانحية والجوارحي هذا هو التوحيد الكامل توحيد الجوانح والجوارح فهويت إلى الأرض جريحا تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك هو يمينك تدير طرفا خفيا إلى رحلك وبيتك إلى أن تقول الزيارة الشريفة والشمر جالس على صدرك ومولغ سيفه على نحرك قابض على شيبتك بيده ذابح لك بمهنده قد سكنت حواسك وخفيت أنفاسك ورفع على القناة راسك إلى آخر ما جاء في زيارة الناحية المقدسة هذه الزيارة تخبرنا عن التطبيق العملي لما تحدث عنه دعاء يوم عرفة وهو يشرح لنا أبعاد التوحيد الجوانحي هذه الزيارة تبين لنا أن التوحيد الجوانحي في دعاء يوم عرفة تجلى عمليا تجلى عمليا فصار توحيدا جوارحيا في يوم الطفوف فهذا التوحيد التوحيد الكامل جوانحيا والتوحيد الكامل جوارحيا لا بد أن تكون مواطنة جليه كاملة فمثلما جوانح الحسيني كاملة في توحيدها ظاهرا وباطنا جوارح الحسيني هي الأخرى كاملة في توحيدها ظاهرا وباطنا وقبر الحسيني مركز التوحيد مركز التوحيد لا بد أن تكون جميع الأجزاء التي عكست وتجلى منها التوحيد الجوارحي في يوم عاشراء لا بد أن تكون مجموعة هنا لا بد أن يكون مركزها هنا في القبر الشريف إنها المقامات المقامات التي لا بد أن تكون محفوظة من أهم القواعد الفكرية والعلمية والعقائدية في ثقافة العترة الطاهرة إذا أردنا أن ندرك عقائدنا سليمة واضحة بحسب دين العترة الطاهرة لابد لنا من حفظ المقامات في أذهاننا وإلا ستضيع الحقائق فإذا كنا بحاجة إلى حفظ المقامات في أذهاننا كي تكون عقائدنا سليمة كي لا تختلط الأمور وكي لا ندخل في تخبط مثل ما تخبط المتخبطون من الطوسيين الفاشلين الأغبياء ومر الكلام في الحلقات المتقدمة بخصوص هذا الأمر فحفظ المقامات في أذهاننا يتفرع عن حفظ المقامات في عالم التراب وفي عالم النور على حد سواء فلا بد أن تكون جميع الأعضاء جميع الأجزاء التي تجلى منها التوحيد الجوارحي لا بد أن تكون موجودة لا بد أن تكون مجموعة ومستقرة في مستقرها ومستقرها هنا قبر سيد الشهداء فلا بد للرأس أن يعود ولا بد للسجاد أن يعود ولا بد للمجار التي جرت يوم الأربعين أن تجري هذه حقائق ديننا اجمعوا كل هذه المعطيات اجمعوها اجمعوها كي تتجلى لكم الصورة واضحة بعيدا عن التأريخ وكتب التأريخ وماذا كتب المؤرخون فليذهبوا بتأريخهم إلى الجعيم وبعيدا عن المتكلمين وأصحاب القياسات الباطلة الذين يقيسون حقائق الدين بقياساتهم الخرقاء فيعدون لنا أياما ويحسبون لنا مسافات سود الله تعالى وجوههم حقائق الدين هي هذه بين أيديهم ولكنهم ذهبوا بعيدا مثل ما قال لهم صاحب الأمر في الرسالة التي وصلت إلى المفيد سنة 410 لقد ذهبوا بعيدا مذجنح كثير منكم جنحتم ذهبتم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة لأن السلف الصالح الذي يتحدث عنه إمام زماننا هم أولئك الذين يأخذون حقائق الدين من الدين نفسه لا من المؤرخين والمتكلمين والسفهاء والثولان من علماء السقيفة بن ساعد أو من علماء السقيفة بن طوس الصورة واضحة وجلية نذهب إلى فاصل مثل ما حدثتكم قبل قليل عن التطابق والتناغم والتواصل فيما بين ما جاء في دعاء يوم عرفة وما جاء في زيارة الناحية المقدسة هذا التناغم والتطابق حاضر على طول الخاط على سبيل المثال هناك تناغم واضح جدا جدا ما بين أدعية الأسماء الحسنة عموما ومن أشهرها دعاء الجوشن الكبير وأنا لا أجعل الحديث خاصا بدعاء الجوشن الكبير وإنما هو مثال من أمثلة أدعية الأسماء الحسنة عموم أدعية الأسماء الحسنة فإنها تلتقي متطابقة ومتناغمة مع مضامين الزيارة الجامعة الكبيرة هذا ما هو بغريب هذا ما هو بغريب حينما نجد تطابقا في المضامين في جهة أو جهات عديدة ما بين دعاء يوم عرفة وبين زيارة الناحية المقدسة فهناك جهات وجهات تلتقي عندها أدعية الأسماء الحسنة أو ما تسمى بأدعية السر الأعظم أو بأدعية الإسم الأعظم هكذا يصطلح عليها في كتب الأدعية وجوامع الزيارات هناك جهات تلتقي تلتقي هذه الأدعية بخصوصها مع زيارة الجامعة الكبيرة ومع سائر الزيارات الأخرى إنما ذكرت الزيارة الجامعة الكبيرة لأنها العنوان الأوضح ولأنها العنوان الأوسع وإلا فسائر الزيارات ما هي ببعيدة عن زيارة الجامعة الكبيرة منطق منطق الزيارة هو هو يحدثنا بنفسه عن نفسه عن حقيقة يوم الأربع رابعا رابعا هذه الأحاديث أحاديث الزيارات إنني أقرأ عليكم من كامل الزيارات لابن قولوي من الطبعة التي أشرت إليها هذا هو الباب الثالث والأربعون الحديث الأول بسنده بسند بن قولوي عن محمد بن مسلم عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه مروا شيعتنا مرواهم أصدروا الأمر إليهم أنقلوا الأمر عني إلى الشيعة مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين فإن إتيانه مفترض على كل مؤمن يقر للحسين بالإمامة من الله عز وجل هنا الباقر حين يقول مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين بحكم ما يقال له في علم البلاغة وفي سائر العلوم التي تتناول هذه المضامين ما يقال له الدلالة المطابقية وحتى إذا تحدثنا عن الدلالة التضمونية وإذا تحدثنا عن الدلالة الالتزامية ولا أريد أن أخوض في بيان ما يرتبط بهذه المصطلحات أنا لا أريد أن أثقل عليكم بالمصطلحات من الآخر من الآخر حينما يقول الإمام الباقر مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين إنه يتحدث عن قبر قد دفن فيه جسد الحسين بكامله ولا يتحدث عن قبر هنا دفن فيه جسد الحسين من دون رأسه الشريف فإذا كان رأس الحسين موجودا فلابد أن يكون الإمام السجاد هو الذي قام بهذا الأمر وحينئذ لابد أن يكون قد رجع من الشام إلى كربلاء إنها واقعة الأربعين كل الأحاديث التي لسانها هذا اللسان وهي كثيرة جدا إنها تخبرنا بالدلالة المطابقية وبالدلالة التضمنية وبالدلالة الالتزامية من دون أن أخوض في هذه المصطلحات هذا الكلام أي إنسان يعرف العربية فحينما يسمع الإمام الباقر يقول مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين ماذا يفهم يفهم أن قبر الحسين يشتمل على كل جسده الحديث الثالث بسنده بسنده ابن قولوي عن أم سعيد الأحمسية وهذه المرأة من الراجعات من سيدات الرجعة هذه المرأة ستكون راجعة في عصر الرجعة عن أم سعيد الأحمسية عن إمام نا الصادق صلوات الله عليه قالت أم سعيد قالت قال لي يا أم سعيد تزورين قبر الحسين قلت نعم الإمام يسألها يا أم سعيد تزورين قبر الحسين قلت نعم أم سعيد حينما كانت تزور قبر الحسين تزوره بأي نية إنها تزور قبرا قد دفن فيه جسد الحسين بكامله قلت نعم فقال لي زوري 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 قبر الحسين لماذا لأن جسد الحسين قد دفن فيه بكامله لماذا لم يوجه أئمتنا الشيعة أن يزور رأس الحسين في موضع آخر أليس الرأس هو العضو الأهم في الجسد لماذا أتوجيه للقبر الذي في كربلاء الذي فيه الجسد لأن الرأس هناك ودعكم من سائر الأقوال الأخرى حتى لو وردت في رواياتنا يا أم سعيد تزورين قبر الحسين قالت قلت نعم فقال لي زوري زوري فإن زيارة قبر الحسين واجبة على الرجال والنساء واجبة واجبة الحديث الرابع من الباب نفسه بسنده بسند ابن قولوي عن عبد الرحمن ابن كثير مولى أبي جعفر عن إمامنا الصادق أبو جعفر هنا الباقر صلوات الله عليه عن إمامنا الصادق صلوات وسلامنا عليه لو أن أحدكم حج دهره ثم لم يزر الحسين ابن علي لكان تاركا حقا من حقوق الله وحقوق رسول الله لأن حق الحسين فريضة من الله واجبة على كل مسلم دقق النظر في كلمات الصادق صلوات الله عليه ماذا تفهمون منها لو أن أحدكم حج دهره ثم لم يزر الحسين ابن حلي إنه يتحدث عن قبر يضم جسد الحسين كاملا لسان الأحاديث هو هذا وهذه نماذج من الروايات ومن الأحاديث الشريفة هذا المصدر الذي بين يدي كامل الزيارات يشتمل على الكثير والكثير من هذه الأحاديث والتي لسانها هذا اللسان ومضمونها هذا المضمون هذا الباب الرابع والخمسون من أبواب كامل الزيارات وهذا هو الحديث الخامس بسنده بسند ابن قولوي عن مثنى الحناط عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه من أتى قبر الحسين عارفا بحقه غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر والأحاديث كثيرة في هذا المضمون من أتى قبر الحسين عارفا بحقه حينما يقول الإمام الكاظم من أتى قبر الحسين إنه يتحدث عن قبر دفن فيه جسد الحسين بكامله هذا هو المنطق السليم والذي يأتي منسجما مع الدلالة المطابقية للمتكلم حينما يكون حكيما وحينما يكون واعيا فهو يختار كلماته اختيارا المتحدث هو الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه فحينما يتحدث يتحدث بحكمة ودقة ووضوح وإنه يريد أن يبين لنا المضمون من دون التباس فحينما يقول من أتى قبر الحسين عارفا بحقه غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر إنه يتحدث عن قبر هذا القبر يقال له قبر الحسين ماذا يعني ذلك يعني أن القبر يشتمل على جسده كاملا إنها زيارة الأربعين إنها مجريات الأربعين هذا هو الجزء الثاني من البرنامج العاشراء هذه عاشراء السجاد والعقيلة وأسار آل محمد وعلي وفي الباب نفسه في الصفحة الثانية والخمسين بعد المئة إنه الحديث السابع عشر بسنده عن محمد ابن أبي جرير القمي بسنده بسند ابن قولوي عن محمد ابن أبي جرير القمي قال سمعت أبا الحسن الرضا صلوات الله عليه يقول لأبي من زار الحسين ابن علي عارفا بحقه كان من محدثين الله من الذين يتحدثون مع الله كان من محدثين الله فوق عرشه ثم قرأ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر من زار الحسين ابن علي عارفا بحقه سيكون من أولئك الذين يحدثون الله ويحدثهم الله فوق عرشه هذا المضمون من المضامين الواردة والبديهية جدا في ثقافة العترة الطاهرة يستهزئ المستهزئون فليذهب هم وأمهاتهم إلى الجعيم يرفض الرافضون فليذهب هم وأمهاتهم الشريفة إلى الجعيم هذه أحاديث العترة الطاهرة من زار الحسين بن علي عارفا بحقه الكلام واضح من زار الحسين بن علي أين نزوره مقر زيارته ضريحه الأقدس يشتمل على كامل جسده الشريف هذا هو المضمون الواضح من أحاديث الزيارة وعود إلى سائر أحاديث الزيارات حينما نقرأ الأحاديث التي توجهنا لزيارة رسول الله إننا نفهم منها أننا نزور قبر رسول الله الذي يشتمل على جسده كاملا وهي هي الأحاديث التي توجهنا لزيارة أمير المؤمنين وهكذا كل أحاديث الزيارات فما الفارق بين أحاديث زيارة رسول الله وأحاديث زيارة الحسين ما الفارق بين أحاديث زيارات الأئمة عموما وأحاديث زيارة الحسين الألفاظ هي هي والكلمات هي هي واللحن هو هو والمضمون هو هو لا يوجد فارق أبدا والذين تكلموا بتلك الأحاديث الأئمة أنفسهم لو كان قبر الحسين يختلف عن قبور الأئمة لجاء الكلام مختلفا لكن الأحاديث واضحة من أننا حينما نزور قبر الحسين فإننا نزور قبرا دفن فيه الجسد كاملا لقد عاد الرأس إلى الجسد الشريف والذي قام بدفنه إمامنا السجاد إنها زيارة الأربعين إنه يوم الأربعين إنها مجريات واقعة الأربعين بعيدا بعيدا عن كتب المؤرخين الدين الذي لا يستطيع أن يثبت حقائقه ومعالمه من داخله لا خير فيه هذا ما هو بدين الله ولا بدين الزهراء هذا دين الشياطين وقت الحلقة انتهى ولا زال الكلام متواصلا ستسمعون من الحقائق الجلية في هذه القراءة الزهرائية الكثيرة والكثيرة من الحقائق والجواهر الزهرائية نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي نستمر في قراءتنا الزهرائية هذه اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اش في صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله اشتركوا في القناة